أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند طيب ترند الترند النهاردة نبدأ بأول حاجة بعد نتيجة الأمس وخسارة السوبر المصري أمام فريق طلاق الجيش اللي بالتأكيد بنبرك لهم ألف مليون مبروك لفريق طلاق الجيش والكابتن عبد الحميد باسيوني المدير الفني أول بطولة في تاريخ طلاق الجيش بالتأكيد عملوا مباراة على قد إمكانياتهم وقدروا يوصلوا في النهاية للنتيجة اللي هم محتاجينها أو الأداء اللي ممكن يوصلهم للشكل اللي هم عايزينه فبكل روح رياضية بالتأكيد لازم نبرك لهم على الفوز بكأس السوبر ولكن مباراة بالتأكيد ده كان فيه قرار مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على قطاع كرة القدم في النادي الأهلي وهو انطلاقا من سوابة النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريل أول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره قرر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب الفريل الأول وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بيئة الجهاز الفني وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء أمس الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلك هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي نركز بقى في الفقرة اللي جاية دي مهمة جدا كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودت كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره إذن هناك متابعة كبيرة جدا للفريق خلال الفترة الحالية وبالتأكيد البيان أو القرار ما قالش بعد خسارة الفريق لو ركزنا في تفاصيل الكلام ما قالش وذلك بعد خسارة الفريق مباراة الأمس لا وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر بالأمس إذن هي الفكرة مش في مجرد الخسارة أنت ممكن تلعب مباراة على أعلى مستوى وتأدي فيها وجمهورك ممكن يسقفلك لو أنت عملت اللي عليك لكن إبارح اللي زعى للجمهور واللي زعى لنا كلنا أنت بعد خسارة الدوري الكل وقف في صف الجهاز واللعيبة وقفين في صفهم وكانت في مشاكل بتحصل وأخطاء تحكمية لكن في نفس الوقت كان فيه بقى دفع مع نوية عشان المرحلة الجاية لأن نفس اللعيبة دي حققت خدوا بالكم بالمناسبة برضو دوري أبطال إفريقيا التسعة والعشرة على الزمالك وعلى كايزري تشيفز فازوا باتنين دوري أبطال إفريقيا في ظرف عشر شهور حققوا ربعية يعتبر للموسم الماضي دوري وكاس ودوري أبطال إفريقيا وسوبر إفريقي بس لسه عندهم استحقاقات قادمة كان من اللي يجب أو كان من المتوقع أو الطبيعي أن الفريق بقى أو اللعيبة أو الجهاز يركزوا في المرحلة اللي جاية وفرصة بعد الاحتفالية بالنجمة التسعة والنجمة العشرة وأن المفروض تكون دي دفعة قوية للعيبة إنبارح الفريق ما ظهرش بالمستوى المأمول أو المتوقع منه في مباراة الأمس خاصة أنك بتلاعي الفريق يمكن رحل عنه معظم عناصر الأساسية ولسه لعيبة قادمة بفترة رائبة جدا وما كانش استعداده للمباراة بالشكل الأمثل لكن يبدو برضو أن الأهل أو الجهاز الفني ما استعدش للمباراة بالشكل الأمثل فترة الأجازة فترة الاستعداد المباراة الودية مش عارفين الأمور الفنية دي بالتأكيد يقدر يتكلم فيها يعني أي مدرب بشكل أقوى أو أكبر منه بالتأكيد لكن الجزء اللي احنا بنركز عليه إن الأداء مبارح لم يكن على مستوى المأمول طيب دي جزئية مهمة جدا والدليل على كده إن في بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة التقديم أو المردود الإيجابي أو المردود الفني في المرحلة اللي جاية اللي بيستحقه النادي وجماهير النادي الأهل إذن هنشوف الفترة الجاية أكيد في اجتماعات وبالمناسبة يعني كان قبل مباراة السوبر كان في اجتماعات للكابتن محمود الخطيب مع بيتسو موسماني والنهاردة في اجتماع واليومين الجايين أيضا عقب مباراة ام بي في اجتماع لأن خاصة كمان موضوع الجهاز الفني أكيد هيكون الشغل الشاغل للكابتن محمود الخطيب ولجنة التخصيد في الفترة الجاية في ظل إن بعد ما راحها للمدرب العام وأيضا محل الأداء أكيد هيكون في تدعمات للجهاز الفني الفترة الجاية وما كانش الطبيعي إن يكون بيتسو موسماني للفترة الحالية كلها مداش رؤيته أو وجهة نظره في التدعمات المفروض تكون موجودة في الجهاز الفني سواء مدرب مساعد موجود معه أو حتى محل الأداء لدعم شكل الجهاز الفني في الفترة اللي جاي ترجمة نانسي قنقر